بثقة لها السياسي والتاريخي وبقوة دبلوماسيتها الاقتصادية وإمكانيتها اللوجستية والبشرية استطعت الجزائر كسب ثقة الأفارقة لتنظيم الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية حدث ينتظر منه الكثير نحن عنا الأعضاء والمنخرية اللي معانا ومؤمن لزاستوصة سنخرين يعني باتخونال رغم معانا يعني اليد في اليد باش ننظموا هذا المعرض وننجحوه وننتظروا من الناس حتى شركات الوطنية يعني مع الدولة خاصة وغير خاصة لاتفاقات حوالي 40 مليار دولار يرى ديزيشانج إن شاء الله ما بين الأفريقيين والجزائريين لأنه بعد هذه لازليكاف ألفات راتفي لذلك الإشانج في التصدير سيكون ميزانية أكثر من الأعوام التي فاتوا لأن عندما يكون هناك تكون دي كونفنسيون بيلاترال سيكون هناك تقومنتشون ديزيكسپورتشون نور هيدروكاربير شهر سبتمبر من العام ٢٠٥٢٠ إفريقيا ستحط رحالها بالجزائر وأنظار العالم ستتجه إلينا الرهان على مشاركتها زياد من ١٣٠ دولة وتوقيع اتفاقية تجارية واستثمارية بملاير الدولارات نحن ننتظر الكثير من هذا المعرض لأنه أولا نشارك فيه ١٥٠ دولة تقريبا الطبعة الثالثة كانت تقريبا بين الشيء اللي جزست في الاستثمار والجانب التجاري تقريبا ١٤٠ مليار دولار نأمل أن تكون أحسن من طبع اللي كانت في مصر من حيث استقطاب الاستثمار ومن حيث التبادل سيكون المعرض فرصة للتعريف بمنتجاتنا لدخول أسواق خارجية إفريقية جديدة اتفاقيات التي نرمي إليها حاليا هي بالضرورة أو أولها هي اتفاقيات تجارية اتفاقيات توزيع المنتجات في الأسواق الإفريقية اليوم نحن متواجدون في أكثر من عشرة أسواق إفريقية المعرض الإفريقي للتجارة البينية فرصة من ذهب أمام الجزائر التي أكدت ثقل وزنها في القارة السمراء اليوم بلاد أمام موعد لن يتكرر لفتح باب إفريقيا على العالم ورسم مستقبل جديد للاقتصاد الوطني والقاري ترجمة نانسي قنقر